عام الاستعداد للخمسين هاشتاك تصدر تريند في الإمارات بعدما أعلن الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات العربية المتحدة وهي تقترب من عيدها الخمسين في عام 2021 ستكون بمثابة الانطلاق الكبرى في مسيرة طويلة من التطوير والازدهار والإعداد للأجيال القادمة الشيخ محمد بن راشد قال في سلسلة تغريدات في حسابه الرسمي على تويتر الإخوة والأخوات تقترب الإمارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاق الكبرى نحتفي بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة الاستعداد سيكون في 2020 العام القادم سيكون عام الاعداد والاستعداد لأحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا طبعا تضمن هذه التغريدة مقطع فيديو نشاهد جزءا منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأيضا في تغريدة أخرى قال نعلن اليوم العام القادم عام الاستعداد للخمسين نريد تطوير خططنا ومشاريعنا وتفكيرنا قبل خمسين عاما صمم فريق الأباء المؤسسين حياتنا اليوم ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة في 2020 نريد أن نستعد لإطلاق قفزات في الاقتصاد في التعليم في البنية التحتية في الصحة وفي الإعلام وذلك في نقل قصة الإمارات للعالم في 2020 نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد وبروح الاتحاد وبروح زايد بروح تعشق القمم وبروح تعشق البناء معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقى وأشار أيضا في تغريدة أخرى في عام الاستعداد للخمسين نريد أن نعمل سويا في كافة القطاعات مواطنين ومقيمين لأننا متحدين نستطيع تغيير المعادلات ونستطيع رفع التوقعات أجواء 2020 قبل يبيلنا الذهب في 2021 نريدها كأجواء 1970 عندما كان الأباء المؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن وأوضح الشيخ محمد بن راشد أنه شهد عام 1970 تصميم الاتحاد مضيفا أنه سيكون في عام 2020 مشرفا على فريق لتصميم الخمسين وقال معي لجنتين واحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد وطبعا لوضع الخطة التنموية الخمسينية وأخرى تضم الشيخ عبدالله بن زايد وشيخ مريم بنت محمد بن زايد للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليبيل الذهبي للدولة حكم دبي ختم سلسلة التغريدات بتغريدة قال فيها فريقنا واحد وروحنا واحدة ومستقبلنا واعد بإذن الله وختم يقول بهاشتاج عام الاستعداد للخمسين